السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكل مشاهدي قناة النبا أسعد بصحبتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذا البرنامج أجازة سعيدة كما أسعد بصحبتي أبنائي من الأشبال ومن الشباب أحلى شباب معنا النهاردة منورنا ومشرفنا يحيا يا مرحبا يحيا شرفنا بك والله نورت الدنيا كذلك معنا عمر مرحبا يا عمور نورت وشرفت والله كذلك معنا من الشباب الجميل عمر منور كذلك معنا مازل أهلا وسلام يا مازل منور يا مازل بدأحكيك الجميلة العصولة دي أهلا وسلام الفقرة الأولى معنا من فقرات برنامج أجازة سعيدة القرآن الكريم أنا استمع لأيات من القرآن فقرة اللي بعديها إن شاء الله هيبقى فيه تعقيب على الآيات أو يعني بعض الكلمات اللي نفهم بها يعني إيه تدبر أو فهم الكرآن الكريم معانا فقرات كتيرة معانا مسابقة بين فريقيني معانا أداب وأخلاق معانا معلومة معانا إن شاء الله البرامج زاخر بالمعلومات أو زاخر بالفقرات الشيقة الجميلة نبدأ مع بعض الكرآن تفضل إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتكون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين ما شاء الله يهير يعني أحسن الله إليك أسأل الله أن يتم عليك نعمه بحفظك للكرآن وربنا ينفعك بالكرآن ده الأهم من الحفظ أن ربنا يا شباب ينفعنا بالكرآن وأننا نفهم الكرآن ونعمل بالكرآن فضل يا عمر فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين أحسنت وما شاء الله نكمل أمور الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه توجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم أحسنت يا عمر ما شاء الله نقوة إلا بالله فضل يمازل قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أحسنت يا مازل ما شاء الله لكوة إلا بالله شباب إحنا عايزين وإحنا بيتعلم الكرآن ما يبقاش اهتمامنا بالصوت وبجمال الصوت وبس رغم أنه مطلوب أن أنا أحسن صوتي بقراءة الكرآن ولكن المطلوب أن أنا أقرأ صح أن أنا أقرأ صح أولا إحنا مش بنغني أنت لو قرأت بصوتك العادي وقرأت بترتيل الكرآن مع إعطاء كل حرف حقه ومستحقه مع الغنى والإضغام والإخفاء والمخارج والصفات هتريد صوتك أصلا بقى طيب فإحنا نفسنا نطلع القراءة من القلب عشان اللي يسمعها تدخل القلب شو الفرق؟ لكن الإنسان اللي بيقرأ عشان الصوت وعشان الناس تسمعوا صوته ويقولوا ماشا الله صوته جميل ما نزل القرآن من أجل استعراض بالصوت ولكن نزل القرآن من أجل التدبر والتفكر في معاني الآيات ثم العمل بالآيات يبقى نزل القرآن لحكمة نتدبر الآيات ونعمل بالآيات نحن نشوف كتير وده موجود على كل وسائل التواصل بيستخدموا القرآن كأنه سلعة ده صوته جميل ده صوته كذا ده نفسه طويل ده نفسه كذا ما نزل القرآن من أجل الاستعراض بالصوت أو الاستعراض بطول النفس كذا بالفقرة أقول بتاعتنا انتهت ننتقل إلى فقرة أخرى تبقوا معنا أحبتي في الله عدنا إليكم أحبتي في الله الفقرة الثانية من فقرات برنامج أجازة سعيدة شباب الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن من فوق سبع سماوات للتدبر والتفكر لا لمجرد تلاوته والقلب لاه غافل قال تعالى كتاب أنزلناه إليك إليك أنت مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لذلك زم سلفنا الصالح وزم الصحابة هجر تدبر الكرآن الكريم وفهم القرآن الكريم استمع إلى كلام ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال اسمع لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يقف عنده منها كما تعلمون أنتم القرآن ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما أمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل أي رضيء التمر اسمع إلى كلام ابن عمر وافهم لماذا أنزل الله الكرآن وكيف نتعامل مع الكرآن بيقول لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا في جيل الصحابة يؤتى الإيمان قبل القرآن يعني يؤتى الإيمان يعني يتعلم ما في الآية القرآنية من إيمانيات من أمر من نهي وبعد كده يحفظها مش يحفظ الأول أو يحفظ التلاتين جزء ولا يسخر قوم من قوم هو بيسخر من إخوانه ومن أصدقائه إذن ربنا بيقول ولا يغتب بعضكم بعضا وهو حافظ الآية أنها في صورة الحجرات ومع ذلك هو لا يعمل بالقرآن هو لا يفهم معنى القرآن ده معنى كلام ابن عمر يؤتى الإيمان وإن أحدنا هو بيقول كده يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حللها وحرمها وما ينبغي أن يقف عنده منها ثم قال وإن ويؤتى قال بيتكلم بقى وإني رأيت رجالا يعني بيتكلم عن ناس تانية يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يعني احفظ يحفظ القرآن وبعد كده يتعلم ما في الآيات من أمر أو نهي أو إيمانيات لذلك إحنا فعلا والكلام ده لكل الأباء لكل المؤهد لكل المؤهد لكل معلم الكرآن بنعلم ولادنا احفظ 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 نريد أن أعلمهم افهم 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 ولما فهم هاحفظ مش أنت لما بتفهم بتحفظ كويس بل إن اللي انت بتحفظه مش ممكن يتفلد من صدرك لأن انت فهمت الآية ولكن لو انت حفظت بدون فهم هتبقى نتيجة ايه تسرب من صدرك الكرآن ومش ممكن تعمل به لما أنا أقول لك وانت بتقرأ والعاديات ضباحا يعني والعاديات والذاريات ذروا والمرسلات عرفا لما كن بتقرأ وانت مش فاهم المعنى ازاي هتطبق ازاي هيتأثر قلبك بالكرآن الكريم إن لم تفهم المعنى لذلك لابد أن تفهم قبل أن تقرأ وليكن معك التفسير دائما لما تيجي تحفظ الكرآن يبقى معك كتاب تفسير تفهم المعنى وتكتب معنى الآية وتتنبر معنى الآية وتفهم وبعد كده هتلقي الحفظ يأتي بمفرده بعد ذلك لذلك لابد أن يتوافق قولك مع ما تحمله من كتاب الله وعملك قولك وعملك ما ينفعش أن أنت تبقى بتحفظ الآية واحفظت الآية وبتغتاب إخوانك أو تمشي بين الناس بالغيبة والنميمة يبقى كده لم يتوافق القول مع الفعل والعمل ثمين شباب قال عبد الرحمن السلمي وده من أبناء الصحابة ولد في حياة النبي ويعتبر من كبار التابعين قال أخذنا الكرآن عن قوم أخبرونا أخذنا عن قوم ونه يقصد مين الصحابة عن كبار التمين ويقصد الصحابة أخذنا الكرآن عن قوم أخبرونا أنهم إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن يعني عشر آيات وبيعديهش يقف عند العشر عادوا طب يعمل ايه حتى يعلموا ما فيهن فكلنا نتعلم الكرآن والعمل به تخيل شوف الجمال بيتعلم الكرآن والعمل بالكرآن بيتعلم الكرآن وفهم الكرآن بيتعلم الكرآن فإذا بيتعلمه افهم 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 مش احفظ 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 قال وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء يعني يقرأه بسرعة يقعد هم هو يختم هم هو يقرأه خلاص أسأل الله أن يرفعنا بالقرآن يقولي عن مين أسأل الله أن يرفعنا بالقرآن واجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى كده انتهت الفقرة دي ننتقل إلى فقرة أخرى فابقوا معنا أحبتي في الله عدنا إليكم أحبتي في الله الآن مع فقرة المسابقة مسابقة بين فريقين هنسأل الفريق الأول سؤال لو جاوه يأخذ خمس درجات نسأل الفريق الثاني سؤال لو جاوه برضو يأخذ خمس درجات هنفضل ما نشيل لحد ما فريق يخسر وهو الفريق الثاني هو الفائز هنبدأ لأول ثلاث أسئلة لكل فريق سؤال 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 يمثل ثلاث أسئلة وبعد كده نشوف الدرجات نكمل ولا إيه الأخبار السؤال الأول للفريق الأول ما هي الصورة التي تسمى بمواقية الصلاة ما هي الصورة التي تسمى بمواقية الصلاة محسنة 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 اختيارات محسنة محسنة لو ايه الأختيارات حلاص على تقالك محسنة السؤال السؤال التي تسمى بمواقية الصلاة ستصلى صلاة كاذا فيه صورة اسمها صلاة كزا? اه طبعا فيه. يلا تفكر معك عشر ثواني. الوقت الخلص يلا. سورة العصر. سورة العصر صلاة العصر صح كده? طبعا انت مش بتصلي الجمعة? وفيه صورة الجمعة? شفت بقى قال لك هؤلاء اجابة. صورة الفجر. مش كده? صلاة الضحى برضو. دي ما ساهم لهم مواقية الصلاة. يبقى الفجر والايه? والعصر. تمام? والجمعة. تمام. نديه خمس درجات? هو ايه العصر? ها. يبقى ثلاثة بس. ايه رأيك? انا كنت هقول الفجر اللي ايتك قلت صورة واحدة. ثلاثا هتديك خمس درجات. خلوة اول. خلوة اول. يلا. من هو السؤال للفريق الثاني? ما هو اسم صغير الحصان? اسم مولود الحصان. هتديك اختيارات. شبل. جر. عجل. مهر. المهر. الاجابة صحية خمس درجات. السؤال الفريق الاول. كم كيلو جرام يساوي الطن? خمسمية كيلو? خمس تلاف كيلو? الف كيلو? الف وخمسمية كيلو? الف كيلو? الف كيلو? الاجابة صحيحة. السؤال الفريق الثاني خمس درجات برضو. ما هو اسم الاصبع الاصغر عند الانسان? الاصبع الاصغر عند الانسان. مش ده ويدوت. هتدي اختيارات عشان اعافل ما هو? خنصر. الاحسان الخنصر. الاجابة صحيحة? ما شاء الله. اكمل. على قدر اهل العزم تأتي العزائم ولا المصائب ولا المكارم? على قدر اهل العزم تأتي العزائم. السؤال الفريق الثاني طبعا خمس درجات. اكبر دولة في العالم من حيث المساحة. احنا سألنا سؤال في الحلقات الماضية. اكبر دولة في الاصغر دولة في العالم من حيث المساحة. يا البحرين. اكبر دولة في العالم من حيث المساحة. ها اختيارات. امريكا. استراليا. روسيا. الوقت. امريكا. امريكا. الاجابة خاطئة. روسيا. اكبر دولة في العالم من حيث المساحة. روسيا. يبقى هنا في خمس درجات ضعوا منكم. السؤال للفريق الاول. نرجع هنا تاني. ما هو الغاز المستخدم في اطفاء الحرائق? ما هو الغاز المستخدم في اطفاء الحرائق? الاكسوجين. ثاني اكسيد الكربون. الكربون. فكر كويس واستشير زمي لك. الكربون يا شيخ. الكربون يا شيخ الاجابة صحيح. قلت لك الاكسوجين. قلت لك الاكسوجين. هو ثاني اكسيد الكربون. كده? كده تعادل؟ كده تعادل. السؤال الاخير للفريق الثاني. ما هي اكبر مدن اوروبا؟ ما هي اكبر مدن اوروبا؟ الاختيارات روما باريس مدريد لندن. ما هي اكبر مدن اوروبا؟ روما باريس مدريد لندن. الاجابة عمر? باريسيا. باريسيا في فرنسا. الاجابة للأسف خطأ. كده فاز الفريق الاول على الفريق الثاني. ونقدر بقى ندي كده الجوائز. تفسير العشر الاخير ربنا ينفعك به. وانت برضي عمور. تفسير العشر الاخير ربنا ينفعك به. نستفيد بقى من الحياة دي يا شباب. ونقرأ فيها ومشاء الله يانت. كده احنا وصلنا لختام هذه الفقرة. ننتقل الى فقرة اخرى من هذا البرنامج. فابقوا معنا احبتي في الله. عدنا اليكم احبتي في الله مع الفقرة الاخرى من هذا البرنامج. فقرة الماضي تكلمنا عن الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعد نتكلم عن الادب مع الكرآن الكريم. مع الكرآن الكريم. من اداب تلاوة الكرآن الكريم او قراءة الكرآن الكريم. تلاوته على طهارة واستقبال القبلة. عاوز تقرأ كرآن وتمسك المصحف اتوضف. دي من الاداب مع الكرآن. ان انت لما تيجي تمسك المصحف لا يمسه. فلما تمسك المصحف وتقرأ الكرآن. بل ان بعض السلافين الصالح كان يقول كرهته ان اذكر الله على غير طهارة. رغم ان انت ينفع تقول اذكار الصباح والمساء وتذكر ربنا وانت مش متوضي. ينفع. هي اداب اداب. اه ليست واجبات ولكن ما? اداب. فمن الادب مع الكرآن ان تتوضى عند تلاوته. كذلك وانت مسك المصحف وتقرأ تستقبل القبلة ان استطعت. ليعتبر من الادب مع القرآن. كذلك الاستعاذة عند تلاوته. قال الله تبارك وتعالى فاذا قرأت الكرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا الاستعاذة مستحبة عند جمهور العلماء. كذلك الانصاط. لما تسمع الكرآن او فيه كرآن يتلى. لابد ان تنصد الى هذه التلاوة. حتى تنصد يسمع القلب وتسمع الاذن وتسمع الجوارح فيهتد القلب. فتنتفع بهذه القراءة التي تسمعها. واذا قرأ القرآن في اخر الاعراف. واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصطوا. اذا من الادب مع القرآن ان تنصط اليه عند تلاوته. كذلك تحسين الصوت. تحسين الصوت. ما تقراش تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مش هكذا يقرأ الكرآن. لابد ان ترتل الكرآن ترتيلا. ويختلف قراءة الكرآن عن الكلام العادي. عن قراءة اي كتاب. وتقرأ بكيفية مختلفة عن اي شيء. فتحسين الصوت لحديث النبي. حسنوا اصواتكم. حسنوا الكرآن باصواتكم. فان الصوت الحسن يزيد الكرآن حسنا. الحديث ذا رواها البخاري. ومسلم. كذلك من الادب مع الكرآن. تدبر اتدبر اياته واعمل بها. لقوله تبارك وتعالى. افلا يتدبرون الكرآن. ام على قلوب اقفالها. وقال تعالى كتاب انزلناه اليك. مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. انزل الله يا شباب. انزل الله القرآن من فوق سبع سماوات للتدبر. للتفكر. لا لمجرد تلاوته والقلب والعقل لاه غافل. فما الذي حدث لقلوبنا يا عباد الله. ما هذه القسوة التي اصابتنا عند سماع الكرآن. وعند تلاوة الكرآن. مواعظ تتلى. وعبر تسمع. وصور تقرأ. ولكنها تدخل من اليمنى وتخرج من اليسرى. من منا تاب يوم ان قرأ القيامة. من منا ارتجف عند سماع الزلزلة. من منا خشع قلبه عند سماع الكرآن الكريم. فما الذي حدث لقلوبنا. قسة. قسة القلوب. فهي كالحجارة او اشد قسوة. تخيل لو انزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن على الجماد على الحجر لتصدع من خشية الله. قال تعالى لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيته سبحانه وتعالى. ولكن قسة القلوب فهي كالحجارة. اذا من الادب مع القرآن ان يأذن القلب بسماعه جيدا. بالانصات اليه. فيدخل ما يقال الى قلبك فيهديه هداية حقيقية. شباب لما تسمع القرآن وانت لاه غافل كيف تتأثر. كيف وانت في واد والقرآن في واد كيف يؤثر في قلبك. كيف تسمع القرآن وانت غير منصط اليه. ولكن اذا قرأ القرآن لابد ان تسمعه وتنصط اليه حتى يؤثر فيك وفي قلبك. نحن كده ننتهي او نكتفي بهذا القدر وننتقل الى الفقرة الاخيرة من هذا اللقاء وبرنامج اجازة سعيدة. احبتي لم يتبقى معنا الا فقرة واحدة تبقوا معنا في هذا اللقاء. امور قولي بقى بتقضي الاجازة ازاي باستبصراحة وقع. يعني ما تقولش كلام ما بيحصلش. انا بروح المعهد عشان بتعلم القرآن وعلوم شرعية. ما شاء الله. كم يوم في الاسبوع؟ يومين. يومين في الاسبوع. الوقت امتى؟ الوقت من العصر لغاية العشاق. الله اكبر ما شاء الله. جميل. وبروح نادي جم وكده يعني. عشان النادي رياضة. رياضة جميل جدا. يبقى الوقت احنا بنقضي ما بين القرآن هو بين النادي. والرياضة. ممتاز جدا. عمور برضو. ايه الاخبار؟ بنقضي بقى الاجازة ازاي؟ اه ممكن انزل شغلة مثلا. بتشتغل. حلوة قوي. مقرأة. ولو فيهم اجازة مثلا نقوم مع اصحابه شوية. وبتروح تتعلم القرآن. اللهم اجازة بقوم مع اصحابه. جميل. عارفين يا شباب؟ بعض الشباب انا ممكن اسأله. انت بتقضي الاجازة ازاي بيقول لي على التليفون. قاعد ليل ومهار على التليفون؟ طب ده ايه ده ضع وقته ولا مضعش؟ عمره ضع. عمره. وخلي بالك التليفون اصبح كارثة وبالية بتوليق بها الشباب. الشباب والبنات. الرجال والنساء. ان انت تقعد على السوشيال ميديا. تقضي عمرك وقتك. وبعدين لما تقضي الخمس دايق وهووم. عند اليوم خمسة وخمسين ديئة. الخمس دايق. لان هو كارثة. بياخدك في عالم اخر. انت ممكن تقعد هنا. وتتطلع على اللي بيحصل في امريكا. في المن. فدي مصيبة. مصيبة. اذا اغتنام الوقت. دي مسألة. فعلا شبابك. عمرك. انت تعرف ان انت ستسأل يوم القيامة عن عمرك. ستسأل. طبعا عمرك هو رأس مالك. ممكن العمر يروح وتلاقي نفسك ما عملتش. اللي ينفعك في الاخر. لان الدنيا ما هي الا. بتزرع فيها. الا تحصده يوم القيامة. مش كده ولا ايه. فدلوقتي يا عمور انت قلتلي ان انت بتروح شو. ما شاء الله. وبتروح تتعلم. القرآن. القرآن. ما شاء الله. ماذا ايه الا اخبار بقى قولي وتروح فيين. انا بروح مع عد برضو. برضو مع القرآن. ما شاء الله. ايه الجمال ده. ساعة برضو بروح النادي. في اوقات بقضيها مع صحابي. في اوقات بقضيها مع عائلتي. كويس جدا. يعني اول حاجة برضو تعجبني جميلة ايه. بعضيها مع اسرتي و مع عائلتي. لان في اولاد اصلا لا بيقعد مع والده. ولا والده بيقعد معاه. ولا بيقعد مع امه. ولا امه بتقعد معاه. مفيش حد اقلي كده بزرق رايدي. يعني انت طول السنة مشغول. لا يا شيخ ما انا. سنة الرحم يا شباب. كل اخر اسبوع بروح اقعد مع ستي وجده. كويس. يعني انت فعلا مركز ان انت في اوقات فراغة. ايه المنع ان احنا نعمل خطة. لما تيجي الاجازة يبني اعمل ورقة كده. فيها خطة اجازة. ان انا الكرآن ده اساسي معي. مراجعة وحفظ. اساسي معي. لو انت فعلا بتحب الشغل. وبتشتغل. جميل جدا انت تشتغل. بس بلاسة الاعمال الشاقة. لسه مش سنك دلوقتي. او العمل اللي هو من الصبح الاخر الليل. برضو عمر راح في الشغل. يبقى لازم نفسك ليه حظ. الكرآن في كل وقت. وهو عد تشتغل. بعمل يلهيك عن الصلاة. الصلاة دي ما ينفعش نفرط فيها ابدا. ولا ينفع نتنازل عنها. لازم تشتغل مع واحد من التنازل اللي هو. جميل جدا بص وجهة نظر عمر. ان انا اشتغل مع حد يعيني على الطاعة. مش حد يبعدني عن ربنا. تقول له لو راح اصلي. لا يا حبيبي واحنا هنفتح مسجد هنا. ده ما اشتغلش معي. ايه وعد اشتغل مع دوي. اصلا هو مش يتق الله فيك. مش هيديك حقك. كمعاملة كأجر. فصعب جدا انا اشتغل مع حد. يكون هو بعيد عن ربنا. انا وصد بكم جدا واللقاء كان ممتع وجميل. اجزاكم الله خير على هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا يا يحيى. شكر جدا يا عمور. شكرا يا عمور. شكرا يا عمور. شكرا يا مازل. شرفتونا في اللقاء الطيب المبارك. احبتي بذلك نكون وصلنا الى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك. ساعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. دمتم في امان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.